السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم رأنا مع وصفة جديدة اللي راح تكون قنبلة في البرناة راقية في الشكل راح تكون تكلف شوية مش حاجة كبيرة ولكن تستهل راح نديروا أنواع كما قلنا اقتصادية ونديروا النوع واللازوج حد الله الله نزهيوا الطاولة على يدتنا بحاجة بريستيج وراقية القطوة اليوم راح يكون ديليس سبيكيلوز كارامل نروح للمقادر نحتاجوا 200 جرام بالنسبة للعجين 200 جرام مارغارين 100 جرام سكر عادي 100 جرام سبيكيلوز مرحي 50 جرام زبدة سبيكيلوز زوج صفار بيد قرصة الملح والفارينة يعني حنطم هادلابات كما نديروا بالفارينة لكن الدوق هادلابات راح يكون بزاف مميز راح ناخد ريسيبيون نحط فيه المارغارين ولا زبدة اذا استعملنا زبدة راح يكون احسن واحسن نحط الزبدة نضيف عليها سكر عادي هنا ديرت سكر عادي ما ديرتش سكر غلاس باش لابات تعنا تجي كروستيون تجي تقرمش نضيف عليها راشة تع الملح ونضرب الزبدة مع السكر مليح حتى وين يبيض عاد الخليط ونحط صل على خليط كريمي ولا نضربها تقريبا ثلاثة دقائق عاديك حتى وين تطيح مليح اديك الزبدة هنا نضيف عليها خمسين جرام زبدة سبيكيلوز هذه هي تقريبا ملعقة كبيرة مع مليح هذه العاديين كما قلت لكم الدوق تعوب بزيف بنين وراح يعطي بزيف كاملة نضرب هذا الزبدة نخلطها مليح من بعد نضيف عليها زود صفار بيض عفن ونعاود نضرب مرة واحدة اخرى هكذا كما نشتو دلنا غير الصفار ما نديروش البيض باش العجين تعنا ولا الصبلة تعنا يجيه تفتد هكذا من بعد ما ضفت الصفار نروح نضيف عليها مئة جرام سبيكيلوز مرحي بيسكويت اللوتيوس انزيتها هو تاني اللي رح يعطي الدوق والشكل تاني فلابات تعنا رح يجي الشكل تاها موش دي بزيف شباب هنا دو كنستعمل فقط لميل حقا ندخل المواد الجافة اللي بقاو هكذا ندخل سبيكيلوز مليح ومن بعد نروح ونضيفو الفارينا تدريجيا هنا نبقا ونضيفو في الفارينا نروح وغير بالعقل مغير فاة مور مغير فاة حتى وين تنطم معنا اللابات اللابات تعنا ما تكونش يبسة بزيف بيانسور باش ما تجيش الصبلة تعنا حجرة صينو لازم تكون طريح هكذا شد روحها وطريح هكذا نبقا نضيف الفارينا منع جنش فقط بأطراف الأصابع حتى نتحصلوا على العجينة المطلوبة هادي هي العجينة تعنا وهذا هو القام اللي رح نتحصلوا عليه دوكا وش رح ندير نغلفها بالبابي فيلم نخليها ترتاح ما بيد نجهز طبقات تانية باش نخدمها ترتاح طبعا في الدلاجة بنسبة لطبقات تانية رح نحتاجوا 150 جرام بيسكوية عادي مرحي 100 جرام لابودغ دونوازيت محمصة 100 جرام تاع سبيكي روز مرحي زوج مغارف كبار تاع بخاليني ولا بات دونوازيت ملعقة كبيرة تاع زبدة ونطم هاد الخليط كامل بالحليب مركز مكرمل نحط كامل مكونات مع بعض نحطوا البيسكوية العادي مع الانوازيت ونزيدوا عليهم سبيكيلوز هاد الطبقة بنينا كتر ما تصوروا لانه علاش سبيكيلوز رح يكميه قليلة لكن دوغت عو رح يضغى على كامل مكونات نخلطوا المكونات الجفة هكذا مع بعض كما راكوا تشوفوا نضيف عليها ملعقة كبيرة تاع زبدة من الاحسن ونزيد عليها زوج مغارف كبار تاع بخاليني نوازيت نزيدو البخاليني وندخل هاد زبدة مع البخاليني في الخليط تاعنا تاع المواد الجفة هنا نوازيت هي اللي تمشي اكتر مع هاد الوصفة تقدروا تديروا لابودغ داموند تقدروا تديروا اي نوع مكسرات اخر هكذا نبقى نخلط بها الطريقة من بعد ما دخلت كامل زبدة في البيسكويت تاعنا رح نبقى نطم هاد الخليط بالحليب مركز مكرمل انا منصح كونش تستعملوا طوفيا لانه حلوة بزاف الناس لي كرامل رح يكون احسن نبقى نطم بهات الطريقة حتى ونتحصلوا على عجينة طرية اللي نقدر نشكلها بيدي هنا القطوة تعنا رح نشكلوا في هاد المول سيليكون المول مربع كاري تقدروا تستعملوا اي نوع اخر المهم تكون في حفرة في الوسط باش نعمروها بالكرامل نديرها قدر العجين كي مراكوا تشوفو نعمر كامل الفراغ تعلمول بها الطريقة هاقدو نسويلوا السطح تعو مليح ونعود نوري لكم القوام تعال العجين تعنا ولا الحشوة تعنا ولا الطبقة التانية هاد هو القوام تعود تكون ضري وكي نشكل كورا هاقدة باليد تتشكل وما تلسقش في اليد وما تتفتتش هيكي تكون مخصوصة الكارامل رح تتفتت وكي تكون فيها زيادة الكارامل رح تلسق بزا في اليد نون فالا هنا ردوا بالكم في هاد النقطة كي ما قلنا نسوي لها السطح تعحاب باش كي نحطها فوق الصبلي تحكم روحها مجيش مع وجه تعطي الناس شكل شباب هاقدة دوكها رح نعمر كامل الملتعي ندخل لها المجمد تقريبا تقريبا ربع ساعة قسمنا تحكم روحها باش كي نحطها الجيمليحها وانا رح نخدم صبلي تعنا هنا رح نستعمل هاد القطعة المربعة على حساب المول التاعي اذا استعملنا مدور تقدروا تديروا قطعة مدورة والمول السيليكون من الفوق يكون مدورة وهي راحة ناخد العجينة الصبلي بعد ما ارتاحت في التلاجة 15 دقيقة رح نفتحها بانزوج ورقات دو بابي كويسون انا نفض نستعمل بابي كويسون تقدروا تديروا فقط فارينة في سطح العمل فارينة فوق العجين وتفتحوها عادي هقدر نفتحها تكون شوية خشينة لانه رح تكون طبقة واحدة فقط ملتحت نفتحها على سمك 4 ميلي متر هقدك بعد ما افتحتها رح ناخد القطعة ونديرها في الفارينة ونطبع كما نطبعه الصبلي عادي الريحة تحد الصبلي بزيف شابه انتملنا شاء الله تجربوا هاد الوصفة لانه سهل وتخرج كمية لبس بها تخرج لكم بين العجين والحشو تقريبا 35 حبه 35 حبه رهي الله يبارك هقدر نطبع كامل العجين تعيي ونحط الصبلي في الصينية نكون شعلت الفرن مسبقا على 180 درجات ونطيبها بين 15 حتى 16 دقيقة الريحة التعوي هو يطيب كانت بزيف شابه ونروح بعدما يطيب الصبلي تعنا ناخد هادا كالطبقة التانية الناحيها مسيليكون كي تجمد راح تعطينا الطوان راح نتحكم فيها كي ما نحب هكذا الناحيها كامل مسيليكون وهذا هو الصبلي تعنا بعدما طب الشكل تعه كي ما راكو تشوفوش شكل الشباب بزاف وهذا هي تخرج حبه على حبه ما راح شي يديفورما ما راح شي يتغير الشكل تعه هادا تقدروا تستعملوه مام في وصفات أخرى مشي شرط مع هاد الوصفة هنا نقدرون ديروا مام صبلي بيناتهم زبدة سبيكي الوزولة نيسلي كرامل لسقوا واحدة مع واحدة راح يجي بزاف بني انا قطعوا تعيش درت درت شوية نيسلي كرامل في الطبقة التانية من التحت وحطيتها فوق صبلي بهذا الطريقة هكذا كي ما راكو تشوفو العملية سهلة بزاف هكذا حتى وين عمر كامل لصبلي التوعي بالنفس الطريقة اهنا بعد ما كملت المونتاج راح ندير اه الحالي بمركز مكرمل في الوسط في الحفرة اللي قد لكم عليها من فوق اه انا خطرت هاد الشكل تختاروا اي نوع تحبوه بنفس طريقة راح نعمر كامل الحلوة تعيب هاد الشكل ولا هدا هو الشكل اللي راح نتحصل عليه يقعد انه فقط التزيين اللي راح يكون اختياري اه تقدروا تديروا فقط لافيدور في الطرف راح تكون شابه نحن وليكم كيفاش نغلفوه لانوازات باللافيدور راح نحتاجو ورق الدهب ليتبع في الورق ضروري لازم ليتبع بهذا الشكل نقطعوه في الطول والعرض خمسة سنتيمتر تقريبا هاكده حتى نتحصل على هاد المربع لازم نقطع وهو في الكارت لانو لافيدور شوية صامتة في التعامل معها هاكده نجيب حبة نوازات نكون مسحتها شوية بالمان باش تلسق فيها لافيدور ونغلفها هاكده بكل سهولة كاميرا كنت شوفوا هاكده نغلفها كاميرا راح يعطيني الشكل لاشباب ونحطها في الطرف بتاع الحلوات تعنا قلت لكم إذا جدتكم صعيبة ولا على باليش ما عجبكم شان تزيين تقدروا ببرك تديروا لافيدور في الطرف ولا وردة تانيك تكون في الباج الجي تاني شاباب انتو ما ولا الفن تاعكم ولا الإبداع تاعكم هادي هي الحلوة اللي خيارته لكم لنهار اليوم حلوة على ضمانتي البنة بنينا بزاف تمنى إن شاء الله تكون عجبتكم بشكل تحكا راقي ومزاكين حلوية واحدة اخران تلقى وغضو ان شاء الله والسلام شكرا 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 اشتركوا في القناة